لما يقول لك يوم ندعو كل أناس أناس دي جمع ناس يعني الإنسان جمع ناس وأناس وأناسي بس كلمة أناس دي عشان تقول أناس يبقى لازم الأناس دول يشتركوا مع بعضهم مع بعضهم البعض في صفات معينة يبقى لازم اسمهم أناس يبقى لازم الأناس إلا لما يكونوا بيشتركوا في حاجة إيه بقى الحاجة المشتركين فيها هنا الإمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم يا سلام بقى لما تيجي بقى داخلين الحفلات بقى وكل ناس مع الكبير بتاعهم مش هي كده مش هي الحفلات بقى كده لازم تعرف إمامك أنت جاي للدنيا عشان تعرف إمامك وتمشي عرفت إمامك موت بقى ما همكش خلاص والإمام هو الرسول والإمام هو إيه؟ الرسول إني جاعلك للناس إيه؟ بيقول لي سيدنا مين؟ رسول وجعلناهم أئمة يهدون بإيه؟ لهم الأنبياء والمرسلون فيبقى إمامك مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا محمد يبقى مين إمامك؟ سيدنا محمد عرفت كده؟ موتوا أنت مستريح خلاص لأن النبي نفسه قال أنا إمام المرسلين يوم القيامة مش أنتوا بس المرسلين أنا إمام النبيين يوم القيامة يعني أنزلك منزلة عظيمة جدا إن هو إمامك ومع ذلك هو إمام إيه؟ سيدنا موسى تمنى أن يكون إمامنا تمنى أن يكون إيه؟ وده فيه فخر لنا ثم تمنى أن يكون واحدا مننا قال له لا ربنا قال له لا قال له لا تلك أمة إيه؟ أحمد الحديث سيدنا موسى عليه السلام قال له أنت إمام بني إسرائيل لبنى سيدنا موسى إمام مين؟ بني إسرائيل وسيدنا محمد إمام الكل وهو إمامك لأن أمة النبي هي أول أمة ستحاسب يوم القيامة وفي أمة هتحاسب هو إمامها سيدنا محمد على اساس هتتحاسب فيه بقى يعني أنت إنت سيدنا محمد إمامك بقى هتتحاسب في إيه؟ هتتحاسب إزاي؟ يعني ولا سوف يعطيك ربك في إيه؟ إن لن نخذيك في أمتك إن سنرضيك في أمتك وإحنا أخص أمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني باقي لا إحنا الأمة المحمدية اللي يعني يعني الأمة المخصوصة وده اكتباء من ربنا واستفاء يعني كنت تكون من أمة رسول الله ده اكتباء واستفاء بدون عمل بدون سابق إيه؟ عمل فالحمد لله رب العالمين والإمام هو الكتاب والإمام هو ليه؟ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة يبقى أنت إمامك رسول الله وكتابك القرآن يبقى أنت لك إمام وكتاب الكتاب يتقال عليه إمام والرسول يتقال عليه إمام ونعمة الإمام ونعمة الكتاب ونعمة أنت في آي بي أيها المسلم أنت في آي بي أنت مخصوص فالحمد لله الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر